أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح على مقربة من الاختبارات والامتحانات يقول السائل من نصيحة والتوجيه لفضيلة الشيخ صالح الفوزان لأداء هذه الاختبارات على الوجه الأكمل وما الواجب على الوالدين تجاه الأبناء نعم الاختبارات الدراسية مقياس للتحصيل ففيها حافز للطالب على المذاكرة وعلى التعلم وإن كان الأولى به والأحرى به أن يكون له حافز من رغبته هو في العلم النافع ولكن جعل الامتحان حافزا له من ناحية وهو مقياس لمدركاته ومعلوماته وهو أيضا عدل بين الطلاب ليتميز منهم المجد من المتكاسل ليتميز منهم المحصل من غير المحصل فالامتحان فالامتحان لا بد منه ولو ترك الطلاب من غير امتحان فقليل منهم من يهتم بالدراسة والتحصيل نعم جزاكم الله والواجب والواجب على على الآباء أن يتقوا الله في أولادهم وأن يخافظوا عليهم وأن يعينوهم على طلب العلم وعلى تحصيل المعرفة لأن ذلك من صالح الجميع من صالح الولد ومن صالح الوالد نعم موسيقى